بسم الله الرحمن الرحيم الزميلات والزملاء المحامين السلام عليكم ورحمة الله نرحب بكم من خلال منصات المركز الإعلامي لنقابة المحامين المصرية ونعرض لكم موضوعا تتعرضون له في القضايا التي تعرض عليكم والمنازعات التي تعرض عليكم وهو مهم جدا لكم وللمتقاضين الحقوق التي بين الأقارب والأزواب هناك معاملات تحدث بين الأقارب والأزواج تصطدم بالمادة 60 من قانون الإثبات وكما تعلمون أن المادة 60 من قانون الإثبات تستلزم وتستلزم وتوجب الكتابة في المعاملات التي تكون بين الناس ولكن هذه المعاملات وهذه المادة ترد عليها استثناءات تحكمها المادة 63 فقرة واحد من قانون الإثبات وهو عدم اللجوء للكتابة في الإثبات بتتجلى أهمية هذا الأمر حين تعرض عليكم منازعة بين زوج وزوجته اداها فلوس عشان تروح تشتري له عقار ثم كتبته باسمها أو أب وابنه بينهم علاقة أو أخ وأخوه بينهم علاقة هذه العلاقة كان فيها معاملات مالية سواء في شراء عقارات أو في أي تعاملات مالية أو بين الخطيب وخطيبته فيما يتعلق بالشبكة والدهب وهذه الأمور المتعلقة بالزوجية بيقدموا هذه الأموال بلا دليل كتابي ولو لجأ لسيادتك عشان تتخذ له إجراء يقول لك أنا اديت لخويا مبلغ يشتري لي شقة أو اديت لزوجتي مبلغ تشتري لي شقة وراح تكتبتها باسمها أستطيع أثبت هذا الأمر بتقول له ما ينفعش لأن المادة ستين من قانون الإثبات تستلزم دليلا كتابيا وأنت لا تحمل دليلا كتابيا الكلام اللي حضرتك قلته كلام كويس لكن المادة تلاتة وستين بتضع استثناء على هذا الأمر هذا الاستثناء بيعفيهم من مبدأ السبوت بالكتابة وهو متعلق بالمادة تلاتة وستين فقرة واحد من قانون الإثبات التي تجيز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع مادي أو أدبي دون الحصول على دليل كتابي يبقى مفادي الكلام هنا إن إذا زوج إدى زوجته فلوسه وهو في الخارج مثلا ودي حالة متكبرة عشان تشتري له شقة بتروح تشتريها باسمها لو حاول يثبت هذا الأمر ما معهوش دليل كتابي لكن مع التحويل اللي قدم به الفلوس لزوجته وهذا التحويل يثبت إن الشقة بتاعة الزوج رغم عدم وجود دليل كتابي وأيضا بين الأقارب نفس الأمر بيحصل وأيضا بين الخطيب وخطيبته حين يتقدم الخطيب ويقدم لها مهرا لا يحصل على دليل كتابي لأن في مانع أدبي يمنعه من إنه يحصل على دليل كتابي الشابكة اللي بيقدمها محتاجة دليل كتابي لكنه مستحيل يطلب دليل كتابي في علاقة خاصة زي كده لكن إذن فكت العلاقة وحب يحصل على المهر اللي هو أداه أو الشابكة اللي قدمها أو الزوج اللي كلف زوجته بشراء شقة ثم اشترتها وكتبتها باسمها كل ده يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ويجوز إن إحنا نبعد عن المادة 60 من قانون الإثبات ولا نستلزم وجود دليل كتابي لوجود مانع أدبي يمنعه من إنه يحصل على دليل كتابي للصلة التي بينهم وبين بعضه إذن لما يجي لك حد يقول لك أنا زوجتي عملت لها كذا أقدر أثبت أيوة تقدر تثبت بكافة طرق الإثبات وتقيم دعوة قضائية تلزمها برد المبلغ أو نقل ملكية الشقة لك لأنك أنت قدمت لها تمن الشقة ولم تقدم دليل كتابي لوجود مانع أدبي دي مسألة في غاية الأهمية وبتعرض عليكم مشاكل من هذا النوع كتير وبتصطدموا بالمادة 60 من قانون الإثبات وتقولوا ما ينفعش لأن المبلغ كبير وما معكش دليل كتابي ولا يجوز إثباته إلا بالكتاب المادة 63 فقرة واحد من قانون الإثبات إدتك هذه الفرصة وهذه الساعة في أن تثبت هذا الأمر بكافة طرق الإثبات وهذا الأمر يخضع لرقابة محكمة الموضوع ولا معقبة لمحكمة النقد عليه ولا يخضع لرقابة محكمة النقد لأنه أمر موضوعي يختص به قاد الموضوع إيه الأمثلة للموانع الأدبية صلة القرابة كالبنوة والأخوة والعم والخال علاقة الزوجية والمصاهرة الزوج والد زوجته والعكس فترة الخطوبة والعلاقة فيما بين الخاطبين العلاقة بين الخادم وسيده فيما يتعلق بهجرة الخادم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات منها البينة والقراء وشهادة الشهود وبعبارة عامة فكل عرف متبع يحول دون أغذي دليل كتابي يعد مانعا أدبيا مسألة في غاية الأهمية وبتفتح لك الباب في الحصول على الحقوق الضائعة التي تم أدائها دون دليل كتابي في بقى حاجات لا تعد مانعا أدبيا منها الصداقة ومقتضيات اللياقة الصداقة ومقتضيات اللياقة والإحراج لا تكون مانعا أدبيا يعني ما تجيش حد لا هي خطيبة ولا هو قريب ولا هي زوجة وتقول لي لا أصلاك كسف تطلب منه أصلاك كان عندي مانع أدبي لا يعتد بهذا المانع الأدبي المانع الأدبي الذي يعتد به واعتبره القانون هي العلاقة بين الخاطبين بين الأقارب بين الإبن وأبي الأخ وأخيه وكقاعدة عامة فإن تخضير قيام المانع الأدبي وكما قررنا يخضع لمحكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقد ده موضوع مهم جدا حبينا نعرضه على حضراتكم وبنقول أن بتحكم المادة 63 فقرة واحد من قانون الإثبات لما يجي لك حد يقول لك والله أنا ديت لأخوي أو زوجتي عشان يعملولي إجراء وما خدتش ورقة وعايز أثبت هذه الفلوس أو أثبت هذه المعاملة المدنية التي تمت وليس تحت يدي دليل كتابي لمانع أدبي هذا المانع معتربر وتستطيع أن تقيم دعوة قضائية لإثبات ما أديته دون دليل كتابي وهذا الأمر يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات البينة والقرائن وشهادة الشهود وهو يقضع لمحكمة الموضوع التي تقدره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر